بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نتكلم اليوم في المعمل الخامس عن فحص أو فحصين اجداد اللي لهم علاقة برضو في فحصات الأغلوتينيشن رياكشنز أو برضو باسف أغلوتينيشن رياكشنز هذه الفحصات بنسميهم في الغالب اللي هو فبرايل أنتجين تست فبرايل أنتجين تست هنتكلم اليوم في هذا المحاضرة عن ويل فيليكس تست وروز بنجال تست زي ما قلنا احنا بنسميه الفبرايل أنتبادي تست فبرايل ليه؟ لأنه فبرايل معنات هيش فيفر أو حمى لأنه المايكرو أورجانيزمز اللي احنا هنعملهم في هذه المحاضرات اللي هم السلمونيلا والبروسيلا والريكتسي هدولة التلاتة مايكرو أورجانيزمز هدولة لهم علاقة بالفيفر وزمان كان اللي بينصاب بهذه الأمراض نقول إنه هذا كان يخش مستشفيات كانت مستشفيات خاصة نسميها مستشفيات للحميات يبقى الفبرايل لما نسمع فبرايل FAT يعني فبرايل أنتيبودي تيست هذا عبارة عن أبليكابول دياغنوزز للديزيزز اللي بتد إيش فبرايل أو بتد فيفر أو لما بينصاب فيها البني آدم بيبدأ تعملها عنده أو بصير عنده ارتفاع في درجة الحرارة ممكن نلاقي درجة حرارة المريض تصل إلى أكتر من أربعين درجة ماوية بعض زي ما قلنا من المايكرو أورجانيزمز زي عندنا اللي هو السلمونيلا اللي هي الفحص بنسميه في دال تست بروسيلا بنسميه روز بن جال تست الريكيتسيا بنسميه أو إكس نايتين تست يبقى كل واحد من هدول له فحص إيش فحص معين بنقوم فيه احنا في اللابوراتوري أو في المختبر طبعا هما كمايكرو أورجانيزمز ممكن أنه احنا في بعض منهم سهل أنه احنا أو ممكن أن نعمله مزرعة ولكن المزرعة ممكن تاخد يوم أو يومين ولكن الأنتيبودي دياغنوزز أو التايتر هاي الأنتيبوديز ممكن يكون طريقة أسهل لتشخيص هذا ايش أو أسرع لتشخيص هذا المرض زي ما قلنا هذه الأورجانيزمز بتحتوي أو موجود فيها اللي هي الفبراي الأنتيجينز زي الانديتوكسينز انزايمز أي برودكس ممكن تفرزها هذه المايكرو أورجانيزمز بتدلل على وجود هذا المايكرو أورجانيزمز طبعا احنا هنا في المختبر زي ما قلنا بنبحث عن هذا المايكرو أورجانيزمز إما عن طريق الديكشن أو الانديتوكسينز أو الانديتوكسينز في التكنيك هاي جماعة بنلاقي ما فيش عندي لاتيكس بارتيكلز إنما بنلاقي في عند الانديتوكسين في الغالب بيكون يعني مصبوق أو موجود عليه مواد أو صبغات على أساس زي ما قلنا إنه بيكون الانديتوكسينز أو الانديتوكسينز إز استيند أو موجود معه اللي هي مادة ملونة زي ما قلنا عشان تشك 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 الانديتوكسينز في السيروم زي ما قلنا بتكون انديكيتف على اللي هو وجود هذا المايكرو ارغانيزمز نلخز هذا الرياكشن أو هذا التفاول عن طريق اللي هي الاغلوتينيشن رياكشن طبعا إزا ما كانش في عند رياكشن يبقى هذا بيعمل اللي هو إنه مش هيصير عند زي ما قلنا هذا الفيبرائي الانتيبودي تيست عند بروسيلا ريكيتسيا والسلمونيلا السلمونيلا زي ما قلنا اللي هي المايكروب اللي بتعمل طبعا الاسم المرض تاح طيفويد أنبارا طيفويد فيفر الفحص اللي بنعمله اللي هو فيدالتست يبقى إحنا لما يجينا رشدة أو ريكوست من الطبيب ريكوست يعني اللي هي طلبية اللي هي الفحصات بيقول مكتب لي فيدالتست يبقى هو هذا شاكك أنه يكون عند هذا المريض اللي هي طيفويد أو بارا طيفويد فيفر اللي هي بسميها حمة التفؤيد والبارا طيفويد الحاجة الثانية اللي هي ايش طيفويد فيفر اللي هي بتسببها الريكتسيا طيفويد الفحص بنسميه OX19 تست الحاجة اللي بعدك لبروسيلا Andulating فيفر أو بنسميها Malta فيفر اللي هي الحمى الملطية الحمى الملطية هنا ممكن نعمل culture ممكن نعمل serology لكن بما أن نحن نحن نحكي عن serology فكل شغل حيكون سيرology اللي هو rose بنقال تست بنسميه rose بنقال تست احنا في هذي الفيديو حنتكلم بس عن اللي هو OX19 واللي هي الروز بنقال والمعمل الجاي ان شاء الله بناخد اللي هو typhoid والبارatyphoid الريكيتسيا عبارة عن ground negative bacilli او ground negative bacteria infect mammals and arthrobots يعني هذي بتصيب الماملز وبتصيب اللي هي الارثrobots اللي هي مفصليات الارجل منلاقيها موجودة بالتكس واللايس والفليز والميتس يعني بالجمل والبراغيت واللي هي تشيجارز اللي هي بعض أنواع من مين برضو من اللي هو الحشرات وممكن تنتقل الى الانسان عن طريق هذه الحشرات يعني ممكن هي بتصيب في الغالب اللي هو بعض أنواع من الحيوانات ولكن ممكن تنتقل الى الانسان عشانك مسميها zoonotic ايش يعني zoonotic يا جماعة zoonotic يعني it can be transmitted from animal to human ممكن تنتقل من الحيوان الى الانسان طبعا الجنرا زي ما انتم خدتم مع الدكتور نبيل في عند الريكيتسيا والريليشيا والأوريانشيا والكوكسيلا زي ما قلنا هذا عبارة عن zoonotic diseases ممكن منسميها bloodborne diseases يعني ممكن ايش تكون موجودة بالبلد وترفع لدرجة ايش درجة الحرارة الريكيتسيا اللي احنا موضوعنا اليوم منسميها typhus fever او حم typhus بناشى نتخربط جماعة بينها بين typhoid والtyphus typhoid لبعض من سلالات البروتيس هنشوف ايش قصة البروتيس وايش دخلها في مين في الريكيتسيا يبقى زي ما قلنا الريكيتسيا عبارة obligate intrasillar barazides barazides يعني كان وهي عبارة عن باكتير مش طفيل انما احنا منقول انه مكان يعني طريقة حياتها هي حياة طفولية فهي بتعيش مجبرة داخل داخل الخلايا مما يجعل من صعوبة ان احنا نعملها كالتشر عشان بدي ازرعها ازرع الريكيتسيا جماعة في الغالب بيزرعوها في تشيكن امبريو يعني منجيب ايش جنين فراخ اوصوص يعني اوكي وبنبدأ نعمل كالتشرينج في اللي ايش في هذا ولذلك يعني الموضوع ما هو السهل ففي الغالب عشان انشخص الريكيتسيا بنروح واحنا ايش بنعمل شغل ايش شغل سيرولوجي اوكي زي ما قلنا الابوراتور داياجنوز الريكيتسيا صعب زي ما انا حكيت ان احنا نعملها كالتشر انه زي ما قلنا هي عبارا انتراسيولر باثوجين او انتراسيولر بارازايت لذلك بنشتغل شغل ايش اللي هو بنعمل شغل زي ما قلنا اللي هو سيرولوجي التست السيرولوجي التست بنسمى الفحص جماعه اكس ناينتين تست او بيطلق عليه ويل فيليكس تست و اكس ناينتين ويل فيليكس ويل فيليكس هم الناس اللي قدروا اوصلون لهذا التست او هذا الفحص فلما يجيك في ورقة التشخيص او ورقة اللي هي اللي بتجيه لك زي ما قلنا من الطبيب ممكن احيانا في منهم بكتب ويل فيليكس وفيه ناس بتكتب ووكس ناينتين اليوم المعظم بكتب ووكس ناينتين ولكن لو ناس مثلا كتبت لك هو عبارة انه اللي هو الوكس ناينتين وممكن بالاميون فلورسان تكنيك لكن احنا في الغالب نشتغله ايش نشتغله سورلي اكي يبقى البروتس او او الويل فيليكس الاثنين نفس الحاجة بنستخدمهم او هو نفس التست يعني لتشخيص طيف يعني مفيش حاجة سما ويل فيليكس يعني طريقة وهذا طريقة لا هما الاثنين نفس ليش نفس الاس زي ما قلنا ويل وفيليكس لو بدأوا يبينون او واضحون اجسام في السيرم بتاع البيشنس مصابة بأي نوع من انواع الطيفس جروب هذه الطيفس جروب ممكن تعمل اجلوتونيشن لوان او مور سترينز او بروتس البروتس يا جماعة زي ما تعرفين من ضمن البكتيريا اللي بتعيش في داخل اللي هي القولون او بسميها البكتيريا القولونية فلذلك وجد انه هناك تشابه ما بين الانتجينز تاعت البروتس هذه النوع من البكتيريا اللي بتعيش داخل هي الامعاء ممكن تعيش فيها مناطق اخرى وما بين الريكيتسيا الاسبيشيز النوع زي ما قلنا اسهل ان انا اجيب اعزل البروتس او اجيب البروتس ولا اجيب اللي هو الريكيتسيا واروح ازراحها في كاتكو جاج والموضوع زي ما قلنا ايش صعب ومكلف لا اللي هي الظاهرة اللي احنا اذا كنتوا ذكرين سمناها كروس ري اكشن كروس ري اكشن بما انه الانتيبوديز اللي بتتكون اجينست للريكيتسيا ممكن تعمل اجلوتينيشن للانتجينز ساعة البروتس يبقى انا ممكن ايش اجيب ايش هذي البروتس لكن انا في حقيقة الامر بدور على ايش على اللي هو الريكيتسيا زي ما حنشوف انه انا ممكن يصير عندي ايش برضو انه هذا البنيادم يكون موجود عنده بروتيس والاقي برضو يعملي يعني ممكن يتفاعل مع ايش مع الاتنين لذلك هنا الطبيب بدور مثلا من زي ما قلنا التشخيص الكلينيكي بدور انه هل هذا عنده طيفس ولا ما عندوش طيفس يبقى موضوع هو عبارة عن التركيب الانتجينيك او معناته السوماتيك ايش السوماتيك انتجينيك او ايش او بروتيس او ولكن انا بستخدم هذا التشابه بما انه الانتجينيك تشابه بتشابه التركيب الانتجيني للريكيتسيا لذلك طبعا زي ما قلنا احنا ايش ممكن نستخدم هذه الانواع من الانتيبودز عشانك بسميا هيتيرو في الانتيبودز او انا عندي او X-19 و X-K و X-H 2 هدولة عبارة عن السلالات تعت الاش تعت لبروتيس ايش اسبيشيز او او طبعا او X-19 او X-2 عبارة عن سترين زي بروتيس والجاريز و X-K زي سترين أو بروتيس ميرابيلز عارفين طبعا ايه هذي بعض الاسبيتشز من مين من البروتيس البرينسيبال يعني اذا اصبح واضح عنا وسهل يا جماعة بما ان احنا بنحكي اجلوتونيشن تيست وبنحكي طبعا في الغالب انا باشوف كان اللي هي اللون الانتجن في الغالب موجود عنا على بعض طبعا انا بدا اتطلع يا جماعة عكل شركة وهي ايش نوع الصبغة او اللي هي مستعملة لهذا النوع من مين من الانتجن فهينا شيرنج الكاليستيبل كاربوهايدريت انتجن للريكيتسيا ومع بعض انواع من سلالات اللي هيش البروتيس ادولا المركبين او موجودين ايش على هذا اللي هي الانتجن زي ما قلنا الفحص هذا بنسميها ممكن نعمله تيوب اغلوتونيشن تيست او سلايد اغلوتونيشن تيست في الاول زي ما قلنا بستخدم السلايد اغلوتونيشن اللي هو هذا الطريقة ايش اللي هي دارجة عندنا التيست انا ممكن يعني ممكن نعمله بعد خمس او سبعة ايام ليه ليه انا بقول دائما يا جماعة انه لو انا اجاد المريض وكان عنده سخونية وما كانش عنده اللي هي اصابة سابقة بهذا النوع هلاقي طبعا اذا ما كانش عنده طبعا اصابة سابقة لازم بديه ياخد زي ما قلنا عشان يبدأ الجهاز المناعي يكون ردود مناعية او انتبوديز مش هكوونها في يوم او في يومين بدنا اقل حاجة من خمس الى سبعة او من سبعة الى اربعتاشر يوم او حسب نوع مين اللي هي المايكروب في الغالب من سبعة ايه الى اربعتاشر ايش الى اربعتاشر يوم لذلك لو كان هو سخن اليوم او يومين ممكن نعمل التيست ويكون نيجاتيب هنقوله ايش انه تعالى عيد التيست بعد اسبوع او بعد عشرة ايام على اساس ايش انه نعمل متابع على وضع هذا المريض زي ما احنا شايفين هي بتكون زي كده الفايل بتيجي على هاي في الغالب بعض الشركات بجيبوا معها كنترول المفروض طبعا اذا بتجيب ليش كنترول بروحش بشتري منها هذي ايش هذي الشركة فانا في البداية طبعا سلايد ميثود لما اسميها كواليتيتيب ميثود ان انا بجيب زي ما قلنا الفايل قبل الفحص وبعمله ميكسينج بعمله ميكس بهذا الشكل زي ما قلنا وطبعا بيكون معايا الكارد الكارد هنا بيكون لونه ابيض لانه زي ما قلنا الصبغة هنا ما هياش بيضة عشان اشيب اجيب كارد سودة زي اللي هي الفحصات اللي قبل فالكارد تكون ابيض او ممكن على اللي هي شريحة الزجاجية وببدأ زي ما قلنا بحط بيشان سيرم حوالي خمسين مايكرو ليتر في الغالب وون دروب من من الرياجان وبعمل ميكس كويس وبعدين بعمل طايلت يعني ببدأ احرك لقدام باك ان فورث او بعمل ايش روتيشن دوران او احيانا بيكون اذا عندي في المختبر اللي هي جهاز شيكر او هزاز ممكن ايش احطه على الهزاز لمدة مثلا 2 منت او 1 منت حسب زي ما قلنا الشركة وتعليمات ايش تعليمات الشركة كي بتكون بتكون ممكن قول التيتر واحد لاش لعشرين في الغالب واحد لعشرين منعتبروش يعني هو لذلك احنا مندور على في الغالب منقول من 1 لـ 80 منقول عنه ايش او حسب الحالة السريرية للمريض طبعا الوضع السريري للمريض ده جماعة بيحتم علينا او بدينا انطباع لمدى وضع او حالة ايش حالة هذا المريض طبعا اذا الداني بوسط بدي اعمل تايتر بدي اعمل تايتر في احيانا بنعمل التايتر انه انا ببدأ اغير بكمية اليش السيرة وهذه طريقة من الطرق ولكن الاضاق منها زي ما قلنا نعمل تايتريشن زي ما تعلمنا في اليه التيوب انما هذه طريقة ممكن نعملها ان انا بجيب باخد 80 مايكرو ليتر سيرم او 40 او 20 او 10 او 5 اذا خلت 80 مايكرو ليتر طبعا بحط ايش دائما وان دروب يبقى نهاية ايش جما عملت ايه اللي هي زي ما قلنا اه الوان دروب اذا اداني اغلوتينيشن في 80 مايكرو ليتر يبقى هذا بشابه او بماثل اللي هي تايتر 21 طبعا عند 40 مايكرو ليتر 41 20 مايكرو ليتر 81 80 10 مايكرو ليتر 81 160 5 مايكرو ليتر 1 ل300 320 لذلك احنا بنبدأ بتايتر في الغالب بناخد 20 مايكرو ليتر او ممكن نقول ايش 40 مايكرو ليتر والله يداني بز بدي عمل 20 مايكرو ليتر وهكذا يبقى اعرفنا هذا ممكن لجماعة الطريق نستخدم ه كمان مع الفيدال نفس الشكل وفي كل مرة طبعا زي ما قلنا باخد مثلا 20 مايكرو ليتر بحط اللي هي one drop of antigen طريقة التانة بسمها semi quantitative tube method ان انا بجيب طبعا 6 انابيب ولا 7 انابيب وببدأ اعمل في الامبوبة الاولى two fold dilution ايش يعني two fold dilution يعني بعمل تخفيف زي ان انا اعمل 1 الى 2 او 1 20 يعني بقول الpatients final volume بتكون عنده 1 مل final volume بتكون عنده 1 مل يبقى في الامبوبة الاولى عشان انا اعمل الواحد الى 20 يبقى بدأ اجيب 1 وتسع من عشرة او زي ما هو من الصلاين وحط عليهم 1 من عشرة من من السيرة يبقى صار عندي هنا ايش التيطر 1 الى 20 وبعمل mix وبعمل ايه بعمل mix وبعدين باخد من هنا 1 مل وبحط ه في الامبوبة التانية طبعا في كل الانبي من 1 الى 8 بحط 1 مل ايش 1 مل من الصلاين في الامبوبة الاولى بحط 1 9 من 10 1 1 بعمل mix وبعدين بشيل 1 مل على التانية يبقى صار هنا ايش التخفيف عندي 1 لا ايش لاربعين بعمل mix وبشيل 1 وبحط على التانية mix يبقى صار عندي 1 لـ 80 وهكذا زي ما تعلمني في الامبوبة اللي هي السابعة باخد 1 مل وباروح هنا discard يعني بياش بكبه برا او بحطه في اذا بدي اعمل اكمل فيما بعد الامبوبة التامنة بخلي فيها 1 مل من غير محط ايش سيرم ككنترول يعني هذي مفيش فيه ايه مفيش فيه ايه سيرم وبعد ايك زي ما قلنا اهو بابدأ اللي هيش احط 1 drop of antigen suspension اللي هو انا شريح عندي اللي انا في الاول عملت تايتر اللي هو اعمل الدليوش للسيرم يعني اللي فيه anti-buddies وبعد ين حطيت على طبعا كل واحدة فيهم ايش 1 مل بما فيهم اللي هي الانبوبة التامنة اللي هي ايه بنسميها الكنترول وبحط بعد ايك one drop of ايش of antigen وبعمل mix gently وبعد ين طبعا ايش بحط هم في حطان من 50 ل 55 درجة موية لمدة ايش اربع الى ايش الى ست ساعات البوزتف بلاقي فيها بوزتف فلوكوليشن يعني زي حاجات جرانيول زي التحببات فلوكوليشن او سمها جرانيوليشن يعني زي اللي هي الفقاقية او اللي هي ايش التحببات هاد ايش بتكون اللي هي اا اكسنتيويتد يعني ممكن تتمركز لما ايش نعمل جنتلي اجيتيت يعني جنتلي يعني ايش يعني نعمل تحريك ايش اللي هو خفيف يعني ايش بمسك المبوبة باخد اميل فيها ايش جنتلي التايتر طبعا اللي هو ايش اللي هو في البوزتف او زي ما احنا شايفين اذا ال جرانيوليشن اذا عند اللي هو بوزتف وهذا طبعا انتا شايفين البوزتف هاد التايتر اجل هاد اجل هنا صار عندي ايش اللي هو نيجاتيف اوكي يبقى انا بقول ايش التايتر تكون واحد الى ايش الى 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 تمانين اوكي الويل فيليكس او الاوكس 19 زي ما قلنا ايش اذا كان بوزتف يبقى بدلل على وجود اما ان يكون عنده البكتيريا هذا البروتيس او يكون عنده الريكيتسيا طبعا زي ما قلنا الاعراض والعلامات السريرية للريكيتسيا بتختلف على العلامات السريرية الميل للبروتيس زي ما نشوف لقدام شوي زي ما قلنا الريكيتسيا بانتيبوديز ممكن الاقيها تبدأ تظهر من خمس لسبعة ايام او في بعض الاحيان ممكن الاقي التايطر يعلى بعد اسبعين طبعا في هذه الاسناء الريزنج تايطر زي ما قلنا الانتيبودي تايطر ممكن يضله لمدة سنوات لانه الحف لايف طايم عالي زي ما حكيت لكم واحد الاربعين منقول اللي هو ايش اللي هي موجود موجود او الاخر ماشي يا جماعة طبعا في عندي طرق تانية زي طبعا هذا ممكن تكون مكلفة اكتر وبدها اجراءات او اجراءات ايش اكتر دقة فولس بوزيتيب ممكن يظهر مع بعض انواع من المايكرو ارجنزم زي الليبتو سبايروز سيفير لفر ديزيز بوريليا بروتيس انفكشن زي ما قلنا المرضى اللي ممكن يكون عندهم اللي هي تطعمات سابقة لبعض المايكروبات اللي ممكن تحمل تشابه مع مين مع اللي هو الويل او اللي هو الناس اللي ممكن يكون بعض المرضى اللي بياخده لذلك انا بدي اسأل المريض بتاخد مضاد حيوي ولا بتاخد ش واذا بياخد مضاد حيوي المفروض الطبيب طبعا ما يدوش مضاد حيوي او يوقف المضاد الحيوي عشان ايش طبعا الممكن المضاد الحيوي عمل لل مايكروب او وبالتالي ما نقدر يعمل زي ما احنا شايفين الجادور هذا بوضح الفرق ما بين الريكيتسيا وما بين البروتيس طبعا هذا ايش شغل الطبيب لو اخدنا مزرعة من يعني من الودن تاعت المريض او البروتيس ممكن رقيها بوزيتف الريكيتسيا نيجاتيب لانه زي ما قلنا الريكيتسيا انتراسيلور ايش باثروجين الوايت بيسيز كاونت بتزيد في حالة البروتيس وبيصير اليوكوبينيا او بتقل في حالة الريكيتسيا الديفرانشيشن الوايت بيسيز البروتيس ممكن تعمله النيوتروفيليا يعني زيادة في النيوتروفيل الريكيتسيا لمفوسايتوز ليه لانه هي تسلوك شبيهة بسلوك مين شبيهة بسلوك الفيروس انتراسيلور الفحص التاني يا جماعة الى حد ما شبيه بس المايكروب اللي بيسبب اللي هي البروتيس بيخلف عن المايكروب اللي بيسبب مين اللي بيسبب اللي هو الريكيتسيا او تايفس البروتيس عبارة عن جرام نيكاتيف كوكوب بس اللاي فخلتيت برضو انتراسيلور برازايتس ممكن يسبب بكرونيك ديزيزيز بسبب مرض بسميها بروسلوزز او بسميها انجلان فيفر للحمى المتقطع او في الغالب نسميها مالطا فيفر للحمى المالطية كل هدولة بروسلوزز ممكن نقول انجلان فيفر او مالطا ياش فيفر كل هدولة بيدللوا على ياش على انه احنا مندور على البروسل البروسل هذه المايكرو اوغنزم في الغالب تتمركز في الربروضاكت بورغنز عشان هيك ممكن اللي بينصابوا فيها تعمل لهم عقم او ممكن لو كانت الست حامل ممكن يصير فيها ابورشن او يحصل ايش يحصل لها الجهار لذلك ممكن يلاقي المايكروب هذا موجود بكميات كبيرة جدا في الحيوانات في بول الحيوانات في الحليب بتاع الحيوانات وفي سائل اللي هي المشيمة بلاسينت الفلوتس الاسبيشيز تاعت البروسل جماعة بروسل ابورتياس هذا موجود في الكتل المواشي بروسل ملتنينس في الشيب والجوتس اللي الماعز والخراف بروسل بروسل في البيجز وهناك اغر بروسل احنا في الغالب هنا ياش عنا اللي هي الابورتياس والملتنينس اللي اتنين هدول اللي احنا بندور عليه طبعا احنا نفحص بنسميها جماعة روز بنجال لانه اسم الصبغة اللي بنستخدمها في هذا الفحص اسمها بنجال روز او عشان ايك بنلاقي الفحص ده ما لونه وردي وردي اللون او زهري زهري اللون بنجال طبعا احنا يا جماعة هنا مندور على الانتيبودز اجينست ايش اجينست بروسل يبقى بديكون موجود معايا انا في الكتها ايش لبروسل ايش لبروسل انتجينز وزي ما قلنا في اللي هي الفحصات اللي جاب الهيك انه انا طبعا ايش في اليوم السابع اللي هو اليوم اللي بيبدأ زي ما قلنا يزهر في الانتيبودز ايش او افراز الاسام المضادة لهذا ايش لهذا المايكرو لذلك ممكن ااخد اول عينة في الاسبوع الاول من الحرارة وممكن ارجع تاني ااخد بعد اسبوعين او اربع ايش اربع اسابية عشان ابدأ اعمل تشك لارتفاع الاسام اللي ايش الاسام المضادة طبعا احنا هن يا جماعة هن الطبيب بيطلب الفحص وعلى طول بروح بتديله ايش بتديله العلاج او بتديله الدواء لذلك طبعا يعني ان انا اطلب بعد اسبوعين ك منوتورينج ان انا اشوف هل العلاج اللي اعطاه صح ولا ايش ولا مش صح اوكي يبقى اسميها serum aglutonation اعمال دياغنوز او اعمال تشخيص زي ما قلنا الفحص بسميها rose bengal aglutonation test rbat وهو عبارة عن qualitative test كي بسميها rose bengal او buffered brucella antigens test bba وهو زي ما قلنا عبارة عن طريقة بنستخدمها للكشف عن brucella antibodies في السيرم وزي ما قلنا سميناها rose bengal لانه اللي هو الانتجن مسبوغ ببنجال rose البرنسيبل الروز بنجال عبارة عن زي ما قلناها رابط agglutination test وهو عبارة عن screen test ل human brucellosis وزي ما قلنا منستخدم suspension من brucella aportias وهو عبارة عن smooth cell stained with rose bengal dyed ليا pink color لونها عشان ادفيه شوية او برجه شوية mix عشان زي ما قلنا ما يصيرش ترسيب لالانتجنز في القاع وبعدين باخد one drop منه وبعمل mix وببدأ طبعا ايش اراقب في الغالب ممكن اكد اربع دجايق او حسب ما هو موجود معايا ايش معايا بالشركة المفروض يكون زي ما قلنا معايا positive و negative control اكي طبعا ال positive هيديني اللي هي agglutination وال negative المفروض ما يديش ايش ما يديش عندي ايش agglutination زي ما قلنا انا في الغالب بعمل ما عنديش اذا ما عنديش انا طبعا rotator او shaker بزبط عند 80 لمية rbm rotation per minute وببدأ الاحظ agglutination خلال طبعا four minutes طبعا اذا اداني بعد one minute خلص صار عندي ايش reaction ما فيش داعي اكمل اربع دقائق لانه يعني صار في عند positive بضاني طبعا بقول positive positive الا عند الاربع دقائق لكن لو قداني قبل الاربع دقائق positive اوكي الحاجة التانية semi quantitative tube method زي ما قلنا ممكن اعمل serial dilutions زي ما اعمل في كل مرحلة من المراحل هنا expected values هنا 25 international unit per mil لزي لما اعمل dilution بضرب التايتر بهذه النسبة يعني لو اداني مثلا واحد لتنين بضرب اتنين بخمسة وعشرين بقول عنده التايتر خمسين international unit per mil طبعا كل بلد وكل او اذا زي ما نحن شايفين positive result وادا negative result هنا agglutination واضح انه ما فيش عندي ايش ما فيش عندي agglutination زي ما قلنا الCalculation بضرب الantibody concentration في الpatient بنحسب ها عن طريق الياه الـ 25 في الانتبروس اللي الطيطن اللي طالي معايا اوكي ونفس الحاجة الطيطر واحد لثمانين او اكتر اذا عمل الطيطر انا من غير مضرب اللي هي الـ 25 ببدأ اعمل الطيطر ممكن زي ما قلنا اخد اللي هي 20 ميكرو ليتر وحط 1 drop اذا اداني agglutination يبقى منقول الطيطر ريش واحد ليش الى 80 اوكي 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 هناك يعني الـ result ممكن بعض انواع من البكتيريا زي الـ وحيانا بعض انواع من الممكن اعمل لذلك لازم طبعا هذا التشخيص الكلينيكي بيلعب دور في هذا الشغل لكن ممكن يديني positive results ويكون ما عندوش بروسيلا يكون عندو واحد من يرسين فرانسيزلا او طبعا كولرا معروفة على مات اليرسين معروفة على مات وهذا معروف على مات لذلك طبعا بيصير طبعا الشغلة معروفة مع التشخيص السريري لهذا المال ابنور مربوز results ممكن تعني انه هو فعلا عندو اتصال او مصاب بالبكتيريا اللي بتسمى يعني شارب حليب او عندهم مزرعة ابقار جاي اللي هي الذباب على الطعام تاوي من رواص البهايم او من بون البهايم على اللي هي الطعام او الشراب فنجل ايش نجل هو ايش المايكروب او زي ما قلنا في الغالب ماكل جبنة مش مبسطرة منيح او شرب حليب من غير ما يغليه او من غير ما يبسطره ممكن طبعا ينصاب لذلك احنا لما بجينا المريض وبيللقي كتب للدكتور روز بن قال او بروسيلا تيست احيانا بكتب بروسيلا وحيانا بكتب روز بن قال زي ما قلنا روز بن قال بروسيلا هو نفس الاسم och 19 وحيانا نفس الحاجة واضحا جماعة لذلك وجود هذه البكتيريا ممكن تعمل لهم عمام متقطع وليس مالطا بيبر false negative reaction احيانا ممكن ايش تكون في early stage of acute infection يعني في الايام الاولى من لغاء الاصاب كده يكون خلصنا من هذا المعمل